اشتركوا في القناة من حديث الملاعب البداية راح تكون مشاهدين الكرام من منتخب الناشئين منتخبنا لكرة القدم هذا المنتخب اللي جاي مر بمعاناة كبيرة جدا ما اعرف شنو الغاية في التقصير من هذا المنتخب وكأنما منتخب مو يحمل اسم العراق نهائيا لاعبين بدون رواتب لاعبين بدون اموال يتغدون ما يتعطون هي هذه مأساة منتخب الناشئين اللي تحت قيادة المدرب عماد محمد تابع والناودة هذا الموضوع صراحة يعني حتى كابتن عماد يختل في هذا الموضوع يعني هي الناس تعرف هذا الشيء لكن احنا نعاملهم كأولادنا يعني صور حتى موضوع الاكل يعني كابتن عماد متكفل بيه شخصيا انه كل اسبوع يتفعلهم فلوس اطعام ومرات حتى النقل يعني الاهاليهم ومحافظاتهم ما عدا اللاعب يعني بيعيش ببيئة ومجتمع فقير جدا لا عندها الراتب فمشكلة ولاعب موهوب نموذج زكريا تعال زكريا زكريا طبعا وضعه خاص اعرف بس الموضوع موضوع العلاج حتى موضوع العلاج صير يعني مبالغ ما موجودة وانتم تجمعون لحتى موضوع العلاج ما زكريا تعرض للاصابة خلال هاي الفترة تصور هسا ايجانا لحد الان ما عندها فلوس علاجة عائلتك يعني نازحة من الموصل الى مهجرة مهجرة من الموصل لدهو جينا هنا يعني سكن شوية تعبان مصرف علينا اكيد شرب علينا بس الحمدلله شكر الكادر ما مقصر كل ما تخلصوا فلوسنا مثلا اهلنا معدهم يدزوننا نجي الكابتر العمادة والكادر كله نقله ما يقصرونيانا ينطوني حتى واحد من اللاعبين ممكن تأسيس مال المي ممكن المي البارد والحار عمتم سوينا بالسكن سكن الشباب نعم تأسيس المي احنا اشترينا من جبنا الخاص اشترينا اشياء تخص المي واحنا سوينا واكلوا شرب صار انا سنة تقريبا اكل وشرب كان اردى اعرف انه بهايش وضع من عائلة مهجرة انت ممكن وضعك يختلف عن الباقين الكل رسالتك للمسؤول شنو؟ والله رسالت انه يدير وجه علينا ويباع احنا المحافظات بشكل عام مبساني يعني اكثرياتنا حالتهم مزينة عندنا لاعب من البصرة قاعد حتى حواسم ما عندهم اكل وشرب يعني كرار واحد من اللاعبين ايضا من المحافظات انا اريد اعرف شنو وضعكم سكنكم حالكم المعاشي شلون الامور المالية شلون؟ كابتن والله ما متوفر لنا شي بالسكن يعني الماء احنا اسسناه الكيل ماكو يعني نشكر الكادر كابتن هم يطلونا فلوس على المدناكل ليش وكثي؟ والله ما ادري يعني احنا مراتنا تغدي ما نتعيشه والله هذه معانات لعب منتخب عراق يعني الحسين قاعد هنا ببيت بغرفتين وتسع نفرات احنا واصل القضية انه كرار يقول نتغدى ما نتعشه كابتن احنا اخر حالة اللي صارت بالمنتخب تصور لاعبين اللي بغداد شوف هاي الروح الحلوة اللي بينات اخذوا كل لاعبين محافظات ببيوتهم لمدة اسبوع وشهر ويومين وثلاثة دائما مفتوح بيوتهم انهم كأصدقاء وكأخوان عاشوا هاي الفترة شوف هاي الاجواء خلقت اروح بسميش يعني رسالتكم لازم تكون قوية بقدر ما قد نشاهد من معانات ومن حجم معانات تعبنا يا صراحة ما شدنا كثير حتشينا تكلمنا بكثير لكن ماكو ادان صغير يعني كأنما مو منتخب بلدي اذا منتخبنا الناشئين تحت قيادة الكابتن عماد محمد بالتالي معانات مستمرة لهذا المنتخب المأساة ما زالت متواصلة الى الان استمعنا للاعبين المدربين كثير من الناس المعنيين للمنتخب الناشئين في ظل هذا الامر وظل هاي الفوضى اللي نعيشها في اتحاد كرة القدم والتفاصيل الأخرى اليوم معقولة انا اقول الاستاذ احمد عباس الناس وين من منتخب الناشئين ومن المعانات بما انه هو المسؤول عن تسيير عمل اتحاد كرة القدم ايضا المشكلة الثانية انه وزارة الشباب والرياضة وينها من منتخب البلد معقولة الوزارة والسيد الوزير ما يعرف بمعانات ايضا الناس المعنيين مستشار وزير الشباب والرياضة لشؤون الرياضة ما يعرف اكو منتخبات ناشئين وشباب وبقية الالعاب مو بس كرة قدم لان اليوم احنا جاي نسلط الضوء على منتخب الناشئين بحكم الاستحقاق القريب اللي راح يكون بشهر الرابع في بطولة غرب آسيا اللي راح تكون بالسعودية وايضا اكو بطولة العرب واستحقاقها القادم ايضا في السعودية وبالتالي هذا منتخب بلد هؤلاء اللاعبين اليوم اللي شاهدناهم هم بأعمار الورود طفل امنية حياته يلعب للمنتخب الوطني العراقي وتشاهد يقولك احنا تسعى بغرفتين نتغدى ما نتعشى مشكلة كبيرة اليوم احنا نلوم نجومنا ورياضينا وكثير من الشخصيات اللي عايشة برا عندما يروحون يجنسون اولادهم للدول الاخرى وبالتالي هناك الامور متاحة من تغذية وتعليم وتدريس وكثير من الامور وامتيازات مالية وكثير من الامور خل نعتني بذولة لأن ذولة هم الأساس الصحيح للمنتخبات الوطنية انا اقول هذا التقرير المفروض يوصل وان شاء الله هو واصل للسادة المسؤولين خلي شوية يهتز ضميرهم ويدعمون هذا المنتخب لأن بالنهاية هذا منتخب ناشئي العراق مو منتخب شخص معين لأن المأساة والمعاناة اللي جاء يعيش بها منتخب الناشئين كبيرة جدا يعني بصراحة اكو بعض التحركات واني سمعت انه راحوا يبحثون ومدوا يد العون الى التجار يريدون يطالبون من التجار انه يدعمون المنتخب فاتخيلوا منتخب العراق يدعمه تاجر وتجار معرف ان شاء الله التجار يكونون على قدر المسؤولية ويدعمون منتخب الوطن لأن في نهاية المطاف الحكومة والوزارة والدولة العراقية دائرة وجهة عن المنتخبات الوطنية لكرة القدم والمعاناة الكبيرة جدا اللي تعيشها كرتنا واحنا في طور التأسيس اتمنى من المسؤولين ان يعون دور كرة القدم والبناء لأن هؤلاء اعمار مهمة جدا لازم ننطيهم كل شي حتى نأسسهم صح من تغذية من تعليم من تمرين من مستلزمات النجاح لأنهم البذرة الاساسية للمنتخبات الوطنية اليوم ايضا بما انه احنا جاينا نتحدث عن الاندية العراقية ومعاناتها اليوم في حلقتنا قررنا انه انسلط الضو وتحدثنا سابقا عن الاندية المؤسساتية وبدينا ملفات الاندية راح نفتحها يوم بعد اخر لما تعاني من ضمن هذه الاندية والداعمة المؤسسات الداعمة للاندية هو نادي نفط الجنوب والداعم الى شركة نفط البصرة والمعانات الكبيرة للنادي للسنوات اللي مضت من خلال تأخير الرواتب عقود اللاعبين على حد علمي الى الان يمكن صار لهم ثلاث شهر او اربعة المدربين واللاعبين ما مستلمين والادارة جاي تدين فلوس لان شركة نفط البصرة ما تقبل تنطي الاموال الهيئة الادارية لنفط الجنوب من مبدأ اتاحة الفرصة للجميع ومعرفة الحقيقة وين المشكلة بالهيئة الادارية لنفط الجنوب ام لهواء وامزجة السادة المسؤولين في شركة نفط البصرة اللي وصلنا بعض الكلام واتمنى انه يكون مو حقيقي انه البعض يحاول انه يغلق المال على النادي من اجل انه يكون النادي في ازمة مالية ومن ثم بعد ذلك يغلق النادي من اجل دعمهم وحبهم لنادي اخر هذا الموضوع وموضوع اخرى اليوم راح نتحدث بها مع ضيفي اللي ينضمننا عبر الاقمار الصناعية من محافظة البصرة عضو الهيئة الادارية لنادي نفط الجنوب الاستاذ ابراهيم دحلوس اهلا وسهلا بك استاذ في برنامج حديث الملعب اهلا وسهلا استاذ عمار وحياك الله وحيا من خلال شاشتكم جماهير العراقية واضافة الى تحية خالصة الى الكادر العامل في قناة الرشيد فاهلا وسهلا بكم ومرحبا في بصرتنا الغالية اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم ابدأ وياك بعد ما نستمع تصريح اليوم سوينا لقاء مع مدير التدقيق والرقابة في شركة نفط البصرة اللي حضرتكم وصفته او بعض من الهيئة الادارية وصفته انه هو المعرقل الاساسي للاموال وعدم الدعم للنادي نستمع لجزء من حديثه واسمع رد حضرتك من مبدأ المساواة والعدالة وحق الرد مكفول للجميع في برنامج حديث الملعب السيد محمود عودة فالح مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في شركة نفط البصرة اليوم مراسلنا في محافظة البصرة حيدر لحمود توجه الى الشركة من اجل الوقوف على مشكلة نفط الجنوب اللي صار لنا فترة احنا نداعي بالمستحقات المالية لهذا النادي وايضا نادي مشارك في دور كرة الممتاز ايضا يمتلك فريق خماسي مشارك في دور الخماسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وايضا كرة السلة وبالتالي طرحنا مجموعة من الاسئلة اهمها انه الشركة هل هي فعلا معرقلة لينادي نفط الجنوب لو لا خلي نستمع وشنو هو الدعم اللي قدمته الشركة خلال الفترة الماضية وعلى حد قول السيد محمود عودة انه شركة نفط البصرة مطيها مليار لنفط الجنوب كسلفة اولى ومنتظرين منعدهم بقية الاطفاء السلفة حتى يباشرون بالامور الاخرى نتابع واستمع رد استاد ابراهيم دحلوس حول هذا الموضوع تعمل ضمن قوانين وضوابط لا يمكنها تجاوز عليها الميزانية الاندية الرياضية في القطاع النفطي تقر من قبل هيئة الرأي في الوزارة وتصادق من سيد الوزير وثم يتم صرفها من قبل شركاتنا النفطية ومضمنها شركة نفط البصرة صراحتين كل سنة كانت نحن ندفع سلفة مقدمة على حساب السنة الأولى يعني سنة 19 ندفع بداية 18 وجزء من سنة 19 هم ندفع سنة 20 نفس الحالة نحن بالنسبة لنا كنفط البصرة وما الحد الآن ما قررت ميزانية إلى نادي نفط جنوب بس حتى لا يتوقف النشاط الرياضي قام الشركتنا بدفع سلفة مقدمة للنادي وصلت لحد اليوم مقدارة مليار دينار عراقي هذا المليار دينار عراقي توزع إلى أبواب نعتين 116 مليون دينار رواتب لاعبي كورت القدم لشهر التاسع و116 مليون دينار لشهر العاشر إضافة إلى عقود لاعبي كورت السلة ولاعبي كورت الخماس إضافة إلى معسكر التدريبي اللي قام نادي نفط الجنوب بداية الموسم في تركيا اللي كلف النادي أكثر من 141 مليون دينار عاقي إضافة إلى مبلغ 251 مليون دينار عراقي هو نفقات تشغيلية نتمثل بالفنادق والإفادات والتجهيزات وغيرها كل هذه المبلغ دفعتها نفط الجنوب نفط البصرة مقدمة كسلفة مؤولية على ميزانية 2020 حتى لا يوقف النادي وحتى لا تتعرق للمسير الرياضية تاد إبراهيم استمع التصريح لسيد محمد عودة فالح استمع إلى ردك بهذا الخصوص وقال أنه إحنا منطين مليار خلال عام 2019 دفعنا منعدها رواتب شهر التاسع والعاشر وأيضا عقود كرة السلة وعقود المدربين واللاعبين للفريق الأول وأيضا انطينا 141 مليون معسكر لنادي نفط الجنوب وأيضا 256 مليون كسلفة تشغيلية من فنادق وأمور أخرى فضل الحقيقة اللي يتفضل بي أستاذ محمود مشكورا كلامه صحيح 100% أحنا بداية يعني أنت تعرف الموسم الكروي يبدأ تقريبا نهاية السابع بداية الثامن تبدي الفرق أعداد فرق الخماسي والسلة وكرة القدم فاللي استلم النادي حقيقة رواتب اللاعبين العراقيين كلهم رواتب حقيقة ما عدا اللاعبين المحترفين سواء بالسلة والخماسي والقدم من ضمن شروط العقد أنه تسلم الدفع الأولى لللاعبين الأجانب إضافة إلى رواتب اللاعبين فأعتقد 75% من المبلغ اللي ذكر أستاذ محمود هي رواتب الفرق الثلاثة وعقود اللاعبين الأجانب اللي موجودين في فريق كرة القدم والخماسي والسلة الشغلة الثانية لأنه ميزانية الدولة أساسا هي ما مقرة في كل الوزارات ميزانية الدولة الحقيقة لحد هذه اللحظة غير واضحة بالنسبة إلى الأندية كلها جميعا الأندية المؤسساتية فلذلك الوزير تفضل مشكورا أنه من قدمناه طلب وبقية الأندية النفطية قال ما شون سلف للأندية لحين أقرار موازنة الأندية النفطية فهذا الحاصل فأكيد أنه وزارة أو شركة نفط البصرة هذا المبلغ أكيد 100% مصروف وسدد هذا المبلغ بوصولات رسمية إلى شركة نفط البصرة المشكلة هي وين نعم الآن المشكلة إحنا يعني أنت ميزانية ما مصروفة للدولة ما مقررة عفوا للدولة ميزانية الأندية ما مقررة للأندية النفطية وأنا عندي استعقاقات كنادي عندي دوريات القدم والسلة والخماسي عندي دوريات الألعاب الفردية اللي موجودة بالنادي عندي رواتب اللاعبين أنا شون راح أتفح إذا أتوقف هذا زين المشكلة اللي عدكم أستاذ إبراهيم هي هذا الموسم لو المشكلة بتدأت من العام الماضي يعني ميزانية 2019 والله الحقيقة يعني إحنا ما نريد إحنا ما نريد نذب اللوم على شخص معين أكو عندنا إحنا قانون وأكو وأكو يعني يقال إنه أكو روح القانون القوانين إنه منتو سن وتقار يعني صعبة التجاوز عليها إحنا بداية يعني مشكلتنا يعني الأخ العزيز محمود إنه أول ما استلم التدقيق في شركة نفط البصرة نعم رأسا أرسل كتاب إلى الرقابة الداخلية بوزارة النفط يابا قلونا إنه ميزانية الأندية النفطية يعني نمشي على المليارين اللي يقرر مجلس الوزراء أو حسب الميزانية اللي وقرت من قبل الوزارة نعم في وقتها اللي كانت ثلاث مليارات فأكيد الرقابة الداخلية بالوزارة تقل لي أنها على سلطة بالبلد هي سلطة رأسة الوزراء فمشي قرار رأسة الوزراء وإحنا كانت عندنا تعاقدات وعندنا أمورنا الأخرى اللي على ضوء الميزانية اللي خليناها فلذلك إنه خلقت إنها أول مشكلة وبعدين هذا المليار استقطع من عدنا لأنه كانت ميزانيتنا ثلاث مليارات استقطع هذا المليار وظلينا سنتين اللاعبين يطلبوننا بموافقة الوزير يا الله قدنا لنا نحصل على المليار ونسدده زين فمعاناتنا يعني حقيقة منتج كتب من نعم أسمعك 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 تكمل نعم المشكلة الحاصلة الآن المشكلة الحاصلة الآن إنه الرقابة الاتحادية أرسلت كتاب إلى نادي نفط الجنوب عن طريق شركة نفط البصرة أنه تسليم حساباتهم الختامية لسنة 18 و19 على أساس أنه حساباتنا الختامية منفصلة عن حسابات الشركة لكن حقيقة والتل أمر واقع للحال أنه جميع حسابات نادي نفط الجنوب في شركة نفط البصرة ليس لدينا وحدة حسابية ليس لدينا مدقق خاص بالنادي ليس لدينا محاسب للنادي مع المطالبة من قبل الوزارة واللجنة العليا الرياضة بالقطاع النفطي مطالبة شركة نفط الجنوب بتخصيص حتى الرقابة الداخلية وعندنا كتب موثقة وموجودة حتى الرقابة الداخلية في وزارة النفط الطالب شركة نفط الجنوب بتشكيل وحدة حسابية في نادي نفط الجنوب وليس نادي نفط الجنوب فلندي نفطية كلها طيب لكنه لحد هذا وتعرف احنا ناس رياضين يعني لا أننا بالحسابات ولا أننا بالآخر بما نحن نتحدث الآن على الحسابات قبل أن نروح للكتاب والتفاصيل الأخرى حتى نجي وحده وحده على مدى نوضح للمشاهدين والناس اللي يتابعونه اليوم أيضا سيد محمود عودة اتحدث وقال احنا 2019 انطينه لنادي نفط الجنوب ثلاث مليارات واربعمية ميزانيتهم المليارين ونص ويضاف إلها تسعمائة مليون اللي هو الطلب المتبقي من العام الماضي اللي أنت تحدثت عليه نروح نستمع لتصريح سيد محمود عودة وأيضا نرجع وأسمع ردك على هذا الموضوع 2019 دفعت شركة ميزانية نادي نفط جنوب البالغة مليارينص كاملة بدون نقص أي دينار نعم إضافة إلى ذلك شركة نفط البصرة بتوجيه من سيد معالي وزير سيد ثامر غضبان قامت دفعة ديون اللاعبين العقود المتأخرة اللي كانت خلص سنة 2017 و16 وكان المبلغ اللي دفعت تنفط البصرة خلال 2019 هو تسعمية مليون دينار عبارة عن عقود قديمة للاعبين غير المليارين ونص يعني ما دفعت تنفط البصرة خلال 2019 هو مليارين ونص إضافة إلى تسعمية مليون اللي هي عقود اللاعبين المتأخرة من ميزانية 2017 و16 يعني ما مع المال خط مليارات وربعمية هذا بالنسبة لخلال 2019 ميزانية 2019 أما 2020 بالرغم أنه ما كانت مصادقة من قبل الوزارة بس شركة نفط الجنوب بتوجيه من الوزارة مامت بدفع سلفة مقدمة مليار وخمسين مليون دينار اللي وضحنا تفاصيلها أستاذ إبراهيم إذا تكونوا إيايا وسمعت التصريح ميزانيتكم لعام 2019 كانت مليارين ونص ودفعوا لكم الديون لتسعمية مليون لعام 2016 و2017 يقول هاي عقود متأخرة وإحنا دفعناها فبالتالي عام 2019 صار ميزانية نفط الجنوب بثلاث مليارات واربعمية ورغم أنه ما كوا مصادقة في عام 2020 من قبل وزارة النفط لكن احنا منطيهم مليار بعد شير يجون أكثر من هذا مليار بعد شير يجون أكثر من هذا أستاذ عمر يعني أنا ما قلت ما صرفه قلت صرفه التسعمية مليون الأخرى لكنه المشكلة وين المشكلة يعني مراسل صرفت احنا ظرف سنتين مكاتبات ومراسلات ومع وزارة النفط وموافقات الوزير يالله قدرنا نحصل هذه المبلغ اللي يستقطع من من النادي هذه احنا احنا ما نقول احنا شركة نفط البصرة ما تصرف احنا نقول تصرف لكنه المعانات اللي نعانيها بالمراجعات بوقوفنا على بواب المسؤولين بوقوفنا على بواب الوزارة واكثر من مرة رحنا في سبيل انه نصرف هذا المبلغ يا الله حصلنا ليش يتعاملوكم استاذ ابراهيم يا الله حصلنا مستعقاقات 2017 ليش يتعاملوكم استاذ ابراهيم على عكس الانديا النفطية الاخرى يعني مثلا نادي النفط امور المالية سلسة وما شفنا انه فديوام اكسار شد وجذب بين الوزارة ونادي النفط نفط الوسط ايضا اصور امور سلسة مع شركة الخطوط والانابيب شركة نفط ميسان ايضا داعمة لنادي نفط ميسان والامور طبيعية ليش какой بس نفط الجنوب امور طبيعية ليش بس امانة انا يعني اتكلم يعني مع الاعتزاز والاحترام لكل العاملين في شركة نفط البصل الالتزام بالقوانين بحذافيرها الالتزام بالقوانين وما اعتقد يعني انه هذا الالتزام بالقوانين هو اللي ينزه الفرد او يخليه غير غير نزيه احنا بالنسبة ان هذه اندية هذه استحقاقات لاعبين استحقاقات بصرة استحقاقات اندية يعني اكيد هذه هذه الاشياء اللي تحصل امام نادي نفط الجنوب الرياضي يعني مشكلة يعني ايبو الشركة تقول الخلل بيكم ربما يعتبرها الاخر او الشخص الخلل بيكم الخلل بينا من اي ناحية يعني مثلا ابن النادي الان لمساوه وحدة حسابية احنا بالنسبة ان نسوي وحدة حسابية اي او حسابات ختامية حتى استلموها كل نهاية سنة حسب ديوان حسب قرار ديوان الرقاب المالية استاذ عمر انا اقول لك اياها انا مسؤول عن كلامي اكثر من مرة اكثر من مرة واكثر من كتاب ارسلنا واكثر من توجيه من قبل ديوان الرقابة بالوزارة ومن قبل اللجنة والعليا الرياضية بالقطاع النفطي ومن النادي انطالب بانشاء وحدة حسابية الى نادي نفط الجنوب لكنه لم ينفذ هذا الامور ليش؟ يعني احنا ناس رياضيين ما اعرف يعني ما ادل مشكلة بالشركة ايلا المشكلة بيكم استاذ ابراهيم انت يا نفط الجنوب بالشركة ايلا المشكلة بيكم بالشركة انا ما اقول مشكلة اقول انه شركة نفط البصرة بناء على التوجيهات اللي صدرت من الوزارة ومن الرقابة الداخلية يتقل لك حساباتك التوياي انت ما مفصل انت اساسا حساباتك وكل اللي يصير يا استاذ عمر احنا نكتب اريد انا يعني هذا التصريح ثلج اريد اشتري تجهيزات يعني هذا الكلام من شركة نفط البصرة لان عدنا احنا تصريح من السيد محمود مخالف لهذا الكلام استاذ ابراهيم استاذ عمر يعني انا المستندات والافعال والواقع يقول لي انت يا نادي نفط الجنوب الرياضي حساباتك في شركة نفط البصرة والدليل انا اكتب الى شركة نفط البصرة والكتب موجودة عدنا موجودة اساسا والسلف اللي موجودة المصفات في شركة نفط البصرة هي اساسا موجودة عدهم ما بيها انكار انا اكتب لهم ارجو التفضل بالموافقة على منح السلفة قدرها كذا لتغطية نفقات ايفاد فريق كرة القدم الى بغداد لملاقات نادي الزوراء في الدور العراقي لكرة القدم هذه ينطوني المبلغ اروح لبغداد اصرف ارجع وصولات اسلمها الهم انا تبقى عندي المسنسخات زين انا من اجي ومدقق تدقيق الشركة المحاسب محاسب الشركة الصندوق صندوق الشركة الصك اللي يصدر يصدر من الشركة زين انا وان وحدي الحسابية اللي انا هذه هذه كل الاشياء هي اللي جاي تصير عندنا بعدين انا جاي اسلمها اشيلها انطيها الى نادي الى شركة نفط البصرة اقولهم يا با انا سددوا لي هاي السلفة يوقع عليها مدير الهيئة المالية تروح للتدقيق تروح هذا تصفى السلفة وتنحفظ في شركة نفط البصرة زين انا وين عندي وحدة حسابية هذا كلامكم جميل ورائع وماكو احلى من عنده خلي نستمع شنو اللي قال لان رمى الكرب ملعبكم وقال اصلا نادي نفط الجنوب ما عنده وحدة حسابية واني ما اقدر اصرف له حسب قوانين مجلس الوزاران تابع التصريح للسيد محمد عودة فالح وايضا ان عودة لأستمع الى الرد السيد ابراهيم دحلو يعني احنا من جانبنا قاعد عدنا تعليمات نمشي هم والاخوان يعني اعتقد عدهم ضعف بالجانب الاداري والمالي يعني ما معقوله نادي رياضي يمتد عمره الى 40 سنة خلال 17 سنة ما يعد حسابات ختامية يعني نادي الرياضي نفط الجنوب اللي هو من 2003 لليوم ما عنده حسابات ختامية احنا من طالبناهم خاصة من جانب كتاب جمال رقابة المالية وقرار المجلس الوزارة بعدات حسابات ختامية هنا بدأت عدنا التقاطع مو التقاطع انه خلاب دوشات النظر احنا بالنسبة انه ما نقدر نتجاوز التعليمات التعليمات عدنا واضحة وقرارات مجلس الوزارة واضحة انه كل المبالغ تصرف تخضع على ديوان رقابة المالية ديوان رقابة المالية خاطبنا اكثر من المرة وبكتاب رسمي وطالبنا بجراء التحقيق شون انه ما كوا حسابات ختامية وقدناه انه هو شخصية معنوية مستقلة شونو كان رد ديوان رقابة المالية اخير كتاب هم والاخوان بالنادي وجهوا كتاب للديوان رقابة المالية وعطوانا نسخة معدة يشيرون الان هم عدتهم حسابات ختامية وانهم هم كل حسابات هم وفلوسهم تنوخذ من نفط البصرة ونفط البصرة الان هي عدت حسابات ختامية احنا بالنسبة انه رد ديوان رقابة المالية ما الحدان ما وصل ديوان رقابة المالية معدة بس هو ديوان رقابة المالية مبدئين هو اللي كان يخاطبنا يقول يجب أن تكون هناك حسابات ختامية للنادي ويجب تقديمها والأخوان بالدوان الرقابة المالية يستندون بهذا القرار ما لهم إلى قرار مجلس الوزراء ولا تعليمات السارية يعني أنا سيتعجب من نادي نفط البصرة يقول أنا ما عدي حسابات ختامية وردا على هذا الكلام أيضا سألناه للسيد محمود عودة عن نفط الجنوب نفس هذا الكلام للسيد إبراهيم دحلوس نقلناه وقلنا لهو ما يصرف إذا ما الشركة توافق على الصرف وبالتالي اليوم الحسابات هي المسؤولة عنها شركة نفط البصرة ليش يطالبوهم؟ أجابوا قال نادي نفط الجنوب هو كيان وبالتالي كيان معنوي وإحنا ما عدنا أبواب للصرف لأن نصرف له بطرق أخرى راح نتعرف على الطرق اللي يصرفون إلى نادي نفط الجنوب من عدها نتابع وأسمع إلى رد سيد إبراهيم دحلوس حول هذا الموضوع المهم جدا أمام صرف باقي المبلغ هو الآتي أنه حسب قرار 289 سنة 2017 من مجلس الوزراء ديوان الأمر الوزاري الديواني أشار إلى الفقرة السابعة من عدة أن تقوم كافة المبالغ تخضع كافة المبالغ المصروفة من الأندية الرياضية إلى تدقيق ديوان رقابة مالية وجهنا كتاب ديوان رقابة مالية سنة 2018 قال يجب أن تخضع كافة المبالغ للتدقيق خلال سنة 2019 أكثر من كتاب وجهنا للأخوان بالناد الرياضي أنهم يقومون بعدات الحسابات الختامية وإرسالها للديوان لغرض تدقيقها ليتم تصرف المبالغ المتبقي أخير شيء في شهر التاسع وجهنا ديوان رقابة مالية كتاب ويشير به عشان استكمال دفع المبالغ للنادي بدون ما يعدون حسابات ختامية مع هذا وجهنا كتاب للنادي وأستاذ عيناهم قبل ما نصرفهم السلفة 2020 قلناهم يجب أن تكون هنا حسابات ختامية لكم حتى نقدر نصرفهم أستاذ محمود بس عذر المقاطع الحسابات من نادي نفط الجنوب من ضمن حسابات الشركة ماكو حسابات مستقلة لا لا حساب أستاذ حيدر النادي الرياضي لنفط الجنوب هو هيئة إدارية شخصية معنوية ومستقلة ومن شروط الشخصية المعنوية ومستقلة هي هيئة إدارية منتخبة وذمة مالية مستقلة نحن كل المبالغ نتفحها إلى نادي نفط البصرة نتفحها تحت بند حسابي هو بند التبرعات والإعانات نحن لا ننظر من حساباتنا نتعرف أنه خلاف بالحسابات نحن بالنسبة لنا نقوم باوب على بند التبرعات والدعم ومساهمتنا في المؤسسات يعني أنا رح أتخذوك شوي بأمور مالية اليوم يعني كسجلات سجل الأستاذ والحسابات الختامية ما موجود عدكم سجل تابع لحسابات نادي نفط الجنوب لا لا ما عدنا إيش نحن بالنسبة لنا نقدم دعم نادي نفط البصرة نفط جنوب نحن نقدم لدعم بناء على أوامر وزارية قرار مجلس وزراء نقدم هذا المبلغ ونقدمه بشكل إجمالي لهم حسب ما يحتاجون لهم من السلف يقولوا مثلا نحتاج إلى مباريات نحتاج إلى تجهيزات نحتاج إلى عقود لاعبين ندفعها أما باقي المبلغ وحسب قرار مجلس وزراء أنه لازم أن تكون هناك حسابات ختامية لأندي رياضية إذن بالتالي الحديث واضح جدا أنه الذمة المالية لنادي نفط الجنوب هي ذمة مستقلة وأيضا الحسابات الختامية للنادي المفروض أن الحسابات الختامية تكون واصلة إلى شركة نفط البصرة وبالتالي السيد مدير التدقيق تحدث قال إحنا ما عدنا ميزانية خاصة لنادي نفط الجنوب حتى على إثرها تكون ضمن ميزانية شركة نفط البصرة بالتالي إحنا ندفع الأموال من خلال التبرعات اللي موجودة في شركة نفط البصرة أستاذ إبراهيم أصور سمعت التصريح ويقول أنه الأمر اليوم أنه أنتو كيان وشخصية معنوية وبالتالي لكل كيان وشخصية معنوية وهي إدارية لابد أن تكون حسابات خاصة بكم ومستقلة بعيدة عن شركة نفط البصرة عزيزي أمر أنا طبعا بعد انقطاع الصوت ما سمعت الأخ محمود لما تكلم أنا طبعا راح أشرح تفصيل يعني ربما راح أختصر بالموضوع خطر يعني صير وجهة نظر أمام المشاهدين الكرام نادي نفط الجنوب حقيقة سنويا الموازنة تقر من قبل الوزارة هي اللي تقرر ميزانية النادي الأندية النفطية ترسل إلى شركة نفط البصرة شركة نفط البصرة تطيننا سلف مشكورة تسدد هذه السلف بوصولات رسمية إلى شركة نفط البصرة نحن اللي عندنا مجرد السنساخات نحن أنطيك إياها أمانة الشركة أرسلت كتاب إلى الرقابة الاتحادية تبلغهم بأنه يابا النادي ما عنده حساباته ما عند حساباته ونحن وقفنا الدعم للنادي نحن كنا قاعدين بالنادي فدخلوا وثمين أشخاص عرفوا نفسهم قال يابا أنا مسؤول للأندية والشركات ومدقق من قبل الرقابة جلسة يمنة قلنا نحن بالنسبة لنا ما عندنا وحدة حسابية ما عندنا محاسب ما عندنا مدقق كل ما هناك عندنا سنساخات للسلف اللي ناخذه لكنه جميع حساباتنا وجميع الموافقات وجميع الوصولات الأصلية هي في شركة نفط البصرة اللي حصل أنه قالوا يابا أنتم بالنسبة لكم لازم تجون إلى ديوان الرقابة تقابلون السيدة رئيسة القسم رئيسة مديرة القسم اللي موجودة بالبصرة فرحنا سوينا الكتب واخذنا الكتب اللي توعز أنه حساباتنا في شركة نفط البصرة كتب رسمية موثقة عندنا جميع كتبنا تقول أنه على شركات النفطية ومن ضمنها شركة نفط البصرة أنه الرقابة والتدقيق داخل أروقت شركة نفط البصرة والكتب ممكن أنا أعرضها لك وبكرة أرسل لك إياها ممكن أشوفها هذه كلها موجودة قلنا ليابا إحنا ممكن للسنساخات للرقابة قالوا ماهكو أي شغلة تريدونها تسوون الدزون تنطوننا النسخ الأصلية وإحنا طبعا ما متنعين إحنا نسو الحسابات الختامية والآن إحنا أرسلنا كتاب إلى شركة نفط البصرة صار أكثر من 17 يوم وأكدنا الكتاب مرة ثانية وقابلنا مدير الهيئة المالية بتسليم الوصولات الأصلية والمستندات الأصلية اللي موجودة عدكم حتى إحنا بدورنا نقوم نخلي راح نخلينا محاسب قانوني ويسوينا حساباتنا الختامية ونسلمها إحنا ما متنعين أساسي بس أنت خليكون للمعلومة زين إحنا أستاذ إبراهيم ما متنعين إحنا نسوي حسابات جميل بس هسه يقول أنه المعرقلات إذا تسمعني أو أنت ما سمعت التصريح إذا بالإمكان راح أعيد لك ما سمعت التصريح راح أعيد لك إياه حتى تكون أنت على بينه من الكلام لأن الكلام اللي يتحدث بي إستاذ محمود يقول أنه نادي نفط الجنوب هو شخصية معنوية وبالتالي هيئة إدارية وبالتالي المفروض أنه يكون عنده حسابات ختامية وهو ما مسوي حسابات ختامية ولا عنده وحدة حسابية ولا خاضع للتدقيق لأن إحنا ما عندنا أي باب من الأبواب لصرف لنادي نفط الجنوب أسمع التصريح وأسمع ردك على هذا الموضوع لأن هذا موضوع جدا مهم واللقاء اليوم سويناه وأصور يعني يفصل مثل ما نقول الصيف عن الشتاء نتابع ونعود المعرق الوحيد الآن أمام صرف باقي المبلغ هو الآتي أنه حسب قرار 2089 سنة 2017 من مجلس الوزراء ديوان الأمر الوزاري الديواني أشار إلى الفقرة السابعة من عدة أن تقوم كافة المبالغ تخضع كافة المبالغ المصروفة من الأندية الرياضية إلى تدقيق ديوان رقابة مالية وجهنا كتاب ديوان رقابة مالية سنة 2018 قال يجب أن تخضع كافة المبالغ للتدقيق خلال سنة 2019 أكثر من كتاب وجهنا للأخوان بالنادي الرياضي أنهم يقومون بعدات الحسابات الختامية وارسالها للديوان لغرض تدقيقها لليتم تصرف المبالغ المتبقي أخير شيء في شهر التاسع وجهنا ديوان رقابة مالية كتاب ويشير به عشان استكمال دفع المبالغ للنادي بدون ما يعدون حسابات الختامية مع هذا وجهنا كتاب للنادي وستدعيناهم قبل ما نصرف للمسلفة 2020 قلناهم يجب أن تكون هنا حسابات ختامية لكم حتى نستطيع أن نصرف أستاذ محمود بس عذر المقاطع يعني الحسابات نادي نفطة جنوب من ضمن حسابات الشركة ما يوجد حسابات مستقلة لا لا حساب أستاذ حيدر النادي الرياضي نفطة جنوب هو هيئة إدارية شخصية معنوية ومستقلة ومن شروط الشخصية المعنوية ومستقلة هي هيئة إدارية متخبة وذمة مالية ومستقلة نحن كل المبالغ نتفحها إلى نادي نفط البصرة نتفحها تحت بند حسابي هو بند التبرعات والإعانات نحن أنه يوجد خلاف بالحسابات نحن بالنسبة لنا نقوم بها على بند التبرعات والدعم ومساهمتنا في المؤسسات يعني أنا سأتخذوك شوي بأمور مالية اليوم يعني كسجلات سجل الأستاذ والحسابات الختامية ما موجود عدكم سجل تابع لحسابات نادي نفطة جنوب لا لا ما عندنا إيش نحن بالنسبة لنا نقدم دعم نادي نفطة البصرة نفطة جنوب نحن نقدم لدعم بناء على أوامر وزارية قرار مجلس وزراء نقدم هذا المبلغ ونقدمه بشكل إجمالي لهم حسب ما يحتاجون لهم ومن السلف يقولوا مثلا نحتاج إلى مباريات نحتاج إلى تجهيزات نحتاج إلى عقود لاعبين ندفعها أما باقي المبلغ وحسب قرار مجلس وزراء أنه لاجب أن تكون هناك حسابات ختامية لأندي رياضية الرد إليك سيد إبراهيم حول هذا الموضوع عزيزي سيد عمر يعني أنا يعني شركة نفطة البصرة متفضلة على نادي نفطة جنوب الرياضي بكثير أمور لكنه أنا أسهل يعني بـ 17 ليش ما طالبتنا الشركة أرسال حساباتنا للرقابة الاتحادية بـ 18 ليش ما طالبتنا شركة نفطة البصرة وتقول ما عدكم وحدة حسابية وما عدكم وفلان شغلة وما عدكم شغلات الاستاذ العام أو حسابات معينة بالـ 19 بداية 19 ليش ما خاطبتنا شركة نفطة البصرة بأرسال حساباتنا إلى الديوان الرقابة الاتحادية الأزمة الأزمة من بعد تقريبا الشهر السابع أو الشهر الثامن سنة 19 ولحد الآن نعم يعني لما نجي كتاب الرقابة الاتحادية أحنا نرسلوننا أكثر من كتاب الرقابة الاتحادية أرسل لنا وقلنا لهم يا بابا جميع حساباتنا وكتب عندي موثقة موجودة قلت لهم جميع حساباتنا في شركة نفطة البصرة زين أحنا هاي السنين اللي اللي ريد نشتري تجهيزات رياضية نكتب للدائرة ريد نشتري ثلج نكتب للدائرة ريد نروح سفرة نكتب زين وين حساباتنا المستقلة اللي أحشي عليها أستاذ محمود وين حسابات اللي نقول عليها نادي مستقل وذوقيان أنا تفاجأت هسة بهذا الكلام أنا تفاجأت يعني أنتم المفروض أنه عدكم حسابات خاصة الميزانية اللي تقرها وزارة النفط وعلى أثرها السوون الوحدات الحسابية هذا الكلام اللي احنا نحكيه وكل الميزانية كل الفلوس اللي تجي إلى شركة نفط لا نادي نفط الجنوب عن طريق الوزارة هو بالشركة يعني أي تب هو هسا جاي يقول هو ساد محمود جاي يقول انطينا الرواتب انطينا المعسكر التدريبي انطينا هذا يعني معناه هو الشركة جاي تنطي زين أنا وين وين الاستقلال اللي أنا بيه اللي يتكلم عليه أستاذ محمود هذه الأزمة احنا خلنا نكون على بينا نعم يعني لحد هاي اللحظة دور القدم بدأ جاي نداين دور السلة راح ينتهي وكل السفرات كانت على حساب المدرب ومن السوق دور الخماسي أيضا جاي نداين وننطي هذه آخر ما عدنا وآخر ما لدينا احنا بالنسبة انه راح نقفل للنادي ونقول يا با يا شركة نفط البصرة انه هذا النادي اخذوا انتوا انتوا روحوا سووا الشغلات اللي تردونه بس أنا على حد معلوماتي استاذ إبراهيم الأندي الأخرى يعني تخليه في وجه المدفع وإلا تسوي هذه الحسابات وإلا ما نطيك فلوس جميل اخنطيني ما يخالف أنا أنا جاي يقولك أرسلنا ثلاث كتب لحد الآن إلى الشركة نقوله لهم يا با احنا على استعداد نطلنا المستندات الأصلية ونطلنا الوصولات الأصلية لأن الرقابة ما تقبل مستنسخة وإحنا نعيد حساباتنا جميل بس أنا على حد علمي طيب أنا على حد علمي أنه نادي النفط ونادي نفط الوسط ما أعرف نفط ميسان بس على حد علمي وتواصلي مع إدارة نادي النفط وإدارة نادي نفط الوسط أنه هم عام 2018 وعام 2017 وعام 2019 سووا حسابات ختامية وعن طريق مدقق خارجي وشركة خارجية كملتهم مياه وودوها للشركة لأن نفس المشكلة اللي أنتوا الآن تمرون بها مرت بها إدارة نفط الوسط في عام 2018 أتذكر وبالتالي خضعوا إلى مدقق وإلى وحدة حسابية وحسابات ختامية خارجية كملت كل إجراءات ومقدمتها للشركة ما عدنا مانع أستاذ عمر أحنا أساساً ما عدنا مانع أحنا أحنا اللي طلبنا وأحنا اللي كتبنا الآن بدنا اللي منطلنا المستندات الأصلية والوصولات لـ 18-19 خاطرنا عند حساباتنا يعني أنا أذكر لك فد شي يعني عندما كان الأخ العزيز محمود مدقق للنادي صارت عندنا مشاكل بالحسابات والهذه وأرسله بلجنة إلى بغداد وهو المحاسب سالم شبوت لدراسة وكيفية صرف نادي النفط بغداد شون يصرفون شون يمشون أمورهم فأجوا سووا تقرير إلى معاون المدير في وقت سيد محمود قالوا له يعني من ضمن توصياتهم اللي هو السيد محمود اللي حجها من ضمن توصياتهم باللجنة اللي كان بيه هو تشكيل وحدة حسابية من الشركة في نادي نفط الجنوب الرياضي يعني هذه أنا 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 يعني أستغربها السيد محمود يقول لك إنه ماعدهم ماعدهم هو من ضمن اللجنة اللي راحت إلى بغداد قالوا شكلوا وحدة حسابية من شركة نفط البصرة في وقتها شركة نفط الجنوب إلى نادي في نادي نفط الجنوب زين تحس اليوم انه الامور الامور بها شخصنة استاذ ابراهيم ولا جاي نقول لا الامور اليوم بها شخصنة لا لا ما اصور ما اصور بها شخصنة لكنه بقدر ما انه يعني الضريف بالامر انه احنا طلبنا بكتاب رسمي لسيد المدير العام تحل القضية واحدة ثلاثة اربعة وراح تزيد بالدوريات والرواتب والفلوس والهذه وقلنا ليا بذا ما تريد صرفونا نعلن استقالتنا امامك هاي من شهر ونص من شهر اكثر من شهر محمد والي قدم استقالته الرجل الى سيد المدير العام انه قال يا با انا ظروف الصحية فما وافقوا الشركة سووا لجنة لدراسة الموضوع اللجنة محد بها من النادي اللجنة من التدقيق والادارية والقانونية والمالية والتخطيط في شركة برئاسة المعاون هذه اللجنة بدل ما انه تستدعي النادي وتفتهم المعانات والشغلات اللي من عنده العراقين صدروا امر هذه اللجنة ولحد الان ما وصلنا الامر عدم صرف اي مبلغ للنادي ليش يعني انت خمس تشهر جاء تصرف على حسابك شقة ومطاعم وهذا عدم صرف اي نادي اي سلف للنادي لحين ثانيا تطبيق النادي هاي بنود الرقابة الاتحادية وتسليم 18-19 للرقابة الاتحادية اضافة الى انه عدم صرف اي مبلغ لحين اقرار موازنة الاندية النفطية مؤاكو اندية اخرى مؤاكو اندية اخرى جاي شارك بالدوري وعندها ميزانية مستقلة وعدها دعم ليش هذا التعامل وياكم بالذات استاذ ابراهيم هسا مو بس انتو النادي الوحيد التابع لهاي الشركة هو نظام واحد بكل الشركات التابعة لوزارة النفط وبالتالي الجميع يخضع للقانون وقانون واحد السيد المدير العام يعني انا امانة اتكلم السيد المدير العام يعني من تجيه لتوصيات لجنة اكيد يوافق يعني يعني هذه اللجنة مترأسها مدير مالية ومدير تدقيق ومدير ادارية ومدير قانونية ومدير تخطيط ومعاون مدير رئيسا زين يا اخوان يعني انا اسألكم في مجلس ادارة الشركة وفي مجلس وفي لجانكم استدعوا ادعوا النادي يقولوا لي يا ابا انتهيش عندك وحدة اثنين ثلاثة اربعة فالسلرن يقول لنا اي كتاب جاي نرسله يعني انا امانة عندي كتب موجودة ارسلناها الى شركة نفط الفصل اللي حتى هاي اللحظة ماكو اجابة اجابات ماكو زين طيبان يعني اعتبروكم ادارة غير شرعية هاي الشبر استاد عمر يعني مو ما اليومين ثلاثة اربعة خمسة عشرة صار خمسة شهر زين مو هذا التعامل اللي انت جاي تقوله كأنما انتو ادارة غير شرعية اليوم ادارة شركة نفط البصرة جاي تتعامل وياكم كأنما انتو غير شرعيين وبالتالي ما يصرفو لكم اي شي استاد عمر استاد عمر هاي السنين الفاتت يعني مشكورة شركة نفط البصرة بمنتسبيها بملاكها بمديرها يعني امور النادي ماشية والحمد الله والشكر لكنه الفترة الاخيرة ما اعرف يعني ما اعرف يعني والدليل انه يعني احنا فاز فريق نفط الجنوب اه ولو هي هاي ما ادخلان بامور الشركة اه نفط الجنوب فازه بطولة الدور البصرة كتبناهم على مكافأة كتبوا لهم وثلاثين الف في حين نادي الميناء يريد يسافر الانطالية للشباب المدير العام وصلاحية مدير عام يعني انا ما اعترد هذا الامر كتب لهم عشر ملايين وخمسمية الى نادي شباب نادي الميناء فريقنا احنا فايز بطولة ما ينطونه وينطونه الى نادي الميناء زين ها شو تسميها مفارقة من ضمن المفارقات ها شو تسميها ها شو تسميها ها شو تطيق قراءة نادي نفط الجنوب الرياضي بعد الفين وثلاثة يعني كان اعتقد يعني والكل يعرف انه نادي نفط الجنوب وصفر على الشمال كان سابقا لكنه الحمد لله فريق القدم صعد للممتازة سلة ممتازة خماسة ممتازة اليد كان فريق من الفرق المتميزة اللي حصل على الدورة مرتين ومرتين ثاني واضافة الى الالعاب الفردية فاعتقد انه هذا الانجازات يعني يمكن تغيض البعض ويعني وصلنا الى هذا الحال اكو اطماع اقول يابا احنا حساباتنا الختامية استاذ ابراهيم اكو اطماع لشخصيات متنفذة في شركة نفط البصرة من اجل الاستحواذ على نادي نفط الجنوب اكيد كل انسان ناجح هناك مترصدين الى وهناك اطماع وهناك 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 اكيد يعني مية بالمية يعني اليوم تحس انه هاي مؤامرة من اجل ابعاد الهيئة الادارية ويعني يريدوني حجموكم او يريدوني يفشلون مسيرتكم حتى تغادرون من الباب القلب لا انا ما اسميها مؤامرة ما اسميها مؤامرة لكنه اسميها انه الالتزام بالقوانين حرفيين وبحذافيرها يعني انا ما اسميها بالشكل هذا اللي انت سميته زين لكنه انا اقول انه هاي يعني زين انا اقول مؤكد لث اندي اتشبهكم ليش القوانين بس عليكم مية بالمية اكو نفط الوسط والنفوط ونفوط ميسان ما عدو والله انا يعني انا من راجعت اللجنة الرياضية العليا بالقطاع النفطي من قصة ومن عندنا المليار حقيقة والاندي النفطية الاخرى كلها صرفت لها قال منو تحرش بيكم ما حي تحرش بيكم انتو كتبتونا انتو كتبتونا كشركة نفط البصرة انتو كتبتو هذا الموضوع والرقابل داخلية بالوزارية اللي بتت بهذا الموضوع زين استاذ محمد عودش عدو فنحن بالنسبة انه يا استاذ عمور يعني محمد عودش عدو ده ما عنده شي رجل جاي يطبق قوانين ما اعتقد يعني ملتزم بقانون بما انه مدقق ويعني الرجل يعني عنده عنده دائرة تدقيق فأكيد يدقق على الموضوع على الكل لكنه انا اسأل يعني هي ميزانية دولة ما مقرر يعني احنا عدنا اقسام بالشركة عدنا اقسام قسم الحسابات قسم التدقيق قسم السلام واللطفاء قسم الادارية هذول شون جاي يصرفونهم والميزانية ما مقرر زين طيب احنا اذا انتوا تقولون احنا تابعين الكم فصرفونا اذا مستقلين فالمفروض الفلوس عدنا يعني لا انتوا جاي يصرفونكم من باب جميل باب اللي يحطيكم يا للصر هو خوش باب باب التبرعات والاعانات يعني الامور طيب اعتكم المفروض المفروض هو باب التبرع والاعانة اتقدم سلفين طوق تبرع وعندين تجي تخيير والله يارك انتنا اخلوننا وما يخلوننا على الميزانية انا اقللك يا اذا باب الإعانات والمساعدات والمساهمات يمكن احنا بربيع بخير لكن او من تحدد بالميزانية من الوزارة اعتقد انه راح الشركة تلتزم بعدد هذا المبلغ او بهذا المبلغ المقرر لهذا لكن احنا الناشد وزير النفط حقيقة ووكيل وزير النفط واللجنة الرياضية العليا ولا هو اللجنة لحد الآن يعني ما حللنا مشكلة الناشد هم اخواننا واصدقائنا والناشد مدير عام شركة نفط الجنوب لانه هذا النادي يمثل البصرة هذا النادي بيه شباب هذا النادي بيه عوائل هذا النادي بيه ناس معتمدة على الرواتب اللي تسلمها من النادي هذا النادي ما اعتقد عنده نشاط اخر مجرد الالعاب اللي يقوم بيها والافادات اللي يقوم بيها والتجهيزات الرياضية اذا اكو شغلة اخرى بالنادي صرفت على اتجاهات اخرى احنا مستعدين نحاسب عليها مجرد افادات الفرق الرياضية والتجهيزات الرياضية ورواتب بعقود اللاعبين هذه صرفيات نادي نفط الجنوب الرياضي وكلها موثقة وظاهرة للعيان من يروح يلعب على الشرطة نادي نفط الجنوب ما مخفية او الخماس من يروحون يلعبون بالنجف او يلعبون بالكوت ما مخفية وفريق كرة السلم من ثلاث مرات راح لدوك على حسابهم الخاص ما مخفية امام الكل فاحنا هذه نشاطاتنا اذا هم يردون يوقفون هذه النشاطات بهذه الحجج وهذه القوانين فنقول الحمد لله والشكر على كل هاي النعم اللي احنا بيها اليوم استاذ ابراهيم يابا احنا اذا ما نسوا حساباتنا موجودة بس استاذ عمر شوية لو لحظة عندي احنا اذا ما سوا هنا حساباتنا الختامية اكو نزاهة اكو ادعاء عام اكو 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 يعني الشغلات القضائية كلها موجودة احنا نطولنا فرصة صرفوننا مشوا ابنائكم مو ابنائها سمه مشوا ابنائكم ذول اللاعبين اللي يضالين يعني حتى عوائلهم حتى عمليات اللاعبين صور عندنا لاعب انكسرة الجمجة من مالته العام الماضي لحد هذه اللحظة اللوسة العملية الولد مداينها ولحد الان ما مستلمها اكو موافقة استاذ عمر اكو موافقة لفريق الكيك بوكسنج من قبل الوزير من قبل وزير النفط للمشاركة في بطولة روسيا بطولة العالم في روسيا لحد الان ما صار فيها وبمافقة وزير مو موافقة هي دارية زين العلم والاطلاع زين يعني هم ما صار فيها لحد الان شلون راح تجون شلون راح تلعبون امام نفط الوسط البارحة جالية يقول لي والله انا بالنسبة لي راح اقفله الشقق اخذ المفاتيح وطلع اللاعبين ابو المطعم ما جاي ينطل اللاعبين الاكل ما لتوم زين بالتجهيزات الرياضية والحد الان حتى قناتكم اللي وقرة من اجت للمكان كانوا يطالبوني بالتجهيزات الرياضية بباب بيتي زين احنا جاي ندفع من جيوبنا الخاصة بحيث انه وصلنا بعد ما عدنا فلوس نكمل يعني انا بكرا بكرا مسافر الى كربلا هو جاي سينك شو راح تسافر لكربلا نفط الوسط اسه اليوم لحد الان كملت الفلوس وراح اروح راح تسافرون بالديين من عندي محمد ولي دفع فلوس الخماس يراحوا لعبوا ويا نادي الجيش في بغداد يعني راح يسافرون بالديين نفط الجنوب راح يسافر بالديين والله العظيم والله العظيم والله العظيم لعبت الحدود من عدنا لعبت الكربلا هسانة جبت فلوس لعبت الخماس اهي مبارتين ويا الحشد ويا الجيش من محمد ولي لعبت السلة من فريق من مدرب السلة عقيل نجم اه يعني اللاعبين الاجانب للسنة الماضية اللي احنا خفنا يشتك مكاتب الصرافة سددناه لحد الان ما جاي نطولنا فلوسها اه يعني شنو اقول لك النثرية ما للفرق الرياضية الثلج والمي والعصائر والهذا الشخص الاداري جاي يتفحن من عنده حتى الساونة والجيم والهذا جاي تندفع من قبل اللاعبين يجمعون بيناتهم خاطر يروحون يعني هذه المأساة وهذه المعانات واحنا يعني جايين ورقة وقلم هذا رقابة يا اخي العزيز انت اطلب من عندي الرقابة الداخلية حاضر على عيني وعلى رأسي بس انت ساعدني انت مهد لي الطريق انت انطيني الوصولات لا توقف علي الدعم انت اذا ما سوتها او كسجين اكو نزاهة اكو كل شي تريد تسوي جميل خلو نروح الى فاصل استاذ ابراهيم جحلوس يعني انا اقود اللعبين السباتي رح قبير رح تخلص زين خلو نروح الى فاصل من بعد الفاصل نكمل انا وياك حديثنا بامور اخرى وايضا رح نتحدث عن انتخابات اتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة فاصل قصير من بعد الفاصل نكمل في حديث الملعب اعلان تحذر هيئة الاعلام والاتصالات مؤسسات الدولة والشركات والمواطنين من استخدام اجهزة ريبيترز الخاصة بتقوية اشارة الاتصال للهاتف النقال دون اخذ الموافقات الفنية والقانونية من الهيئة اذ ان هذه الاجهزة تتسبب في التشويش وضعف الشبكة اضافة الى اثارها البيئي والصحية وتنوه الهيئة الى انه في حال وجود ضعف او اي مشكلة بخدمة الاتصال تبليغ الهيئة او الاتصال بقسم صوت المستهلك على الرقم المجاني واحد سبعة سبعة هيئة الاعلام والاتصالات اهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد استاذ ابراهيم حتى نطوي نفط الجنوب وايضا المأساة وانا اقول الله يكون بعونكم على هاي المأساة وكلها بديين وطلب وبعديين ما اعرف الاندية المؤسساتية انتو خالين عينهم عليكم يعني الاندية النفطية المفروض تتمتع بميزانيات عالية واموركم تكون اكثر سهولة من الاندية الاخرى لكن وصني سؤال بصراحة شلون اليوم انتو ما عدكم حسابات ختامية وانتو من الاندية المرخصة في الدور العراقي لكرة القدم وهذه اهم متطلبات نظام التراخيص شلون يعني احنا التراخيص اكيد يعني بالمئة يردون من عندك حسابات ختامية فاحنا رحنا للشركة وطلبنا من عندهم انه حتى يعني اجيب لك الكتاب يقول لك جميع حسابات نادي نفط الجنوب في شركة نفط البصرة وارسل الى التراخيص ومن ضمن الموافقات اللي حصلت الى انه انتو حساباتك في نادي في شركة نفط البصرة يعني هذا يمكن اعتقد هذا السؤال يعني يمكن يمكن يتحض جميع عاراء بانه نقول لك احنا انتو ممسوين حسابات ختامية احنا جاي نقول انه هذه الحسابات موجودة في شركة واخذنا كتاب من شركة نفط البصرة كاتبيلهم الى لجنة التراخيص نود ونعلمكم بانه جميع حسابات نادي نفط الجنوب في شركة نفط البصرة وانا سألت هذا السؤال حتى اعرف يعني اشيون الامور تدار يعني انا اريد اعرف اشيون الامور تدار يعني معقولة موظف مدير تدقيق ووحدة حسابية يوقف ساد عمر يعني انت بسبب 17 ليش ما صارت هاي المشكلة بل 18 ليش ما صارت انا اسئلك ليش ما صارت يعني ببداية 19 ليش هسه صارت ليش هسه صارت استاذ ابراهيم ليش يعني ربما ربما انه شركة انه نادي نفط الجنوب الرياضي ربما في بعض اللقاءات وبعض المنتسبين نادي نفط الجنوب يعشون على مدير التدقيق يعشون على مدير العام يعني اعتقد انه هذه من انا احشي على سان الآن من ارد احشي على عمر في مجال عمله ما انتقص من استاذ عمر يعني انا بالنسبة لي من اريد احشي على شركة نفط البصرة الآن الحد لهذه اللحظة من أحكي جاي أحكي أمور الفنية ما جاي أحكي الشغلات الشخصية يعني جاي أحكي على عمل جاي أحكي على من أقول يا بي شركة نفط البصرة راح تلغي أنا أقول لك يا أمانا راح تلغي نادي نفط الجنوب الرياضي إذا وصلنا إلى هذا الحد يعني أنا من نسبة لي يعني أنا كنادي يعني إلى متى جاي أصرف يعني هذا النادي التاريخ العمق اللي يعتبر أحد الأندية المهمة في محافظة البصرة شركة نفط البصرة تريد تلغي نفط الجنوب فهذا كلام خطير سيد إبراهيم والله ما يعني أنا من خلال هذا الإجراء أنت شد تريد أسميه من خلال هذا يعني أنا هسا الدوري قائم وفريق السلة عقوب باشر يعني المباراة الفاصلة بينه وبين نادي النفط بغداد يعني ذهابا وإيابا أنت لا تصور أنه حتى المباريات اللي عندنا هنا أنا أحنا في البصرة حتى المباراة يعني ننطي للمدينة الرياضية تنظيف أعتقد يمكن الإخوان يعرفون مثلا اللي يمأجرين ملاعب ننطي تنظيف وننطي قاز وننطي بورق تخطيط وننطي جور اللاعبين الصغار أيضا بيها مصاريف هذه أيضا بيها مصاريف يعني أنا لو تجي تراجع لو تجي تراجع وأنطيك معلومة أخرى حتى القاز اللي منه نطلع نحن نشتريه بالطريق وإحنا نادي نفطي حتى القاز مال السيارة إحنا نادي نفطي نشتريه كل التصليحات اللي نقوم بيها إحنا نقوم بيها بالنسبة للسيارة يعني ما أعرف يعني يعني أنا بس من خلال برنامجك أستاذ عمر يعني ناشد وزير النفط لحل هذه المشكلة أي مسؤول بوزارة النفط حل هذه المشكلة يعني عيب علينا إحنا كبصرة أنه بكرة تعلن الهيئة الإدارية للنادي نفط الجنوب بانسحابه من الدوريات الثلاثة يا أخي ترى خلنا نحمد الله ونشكره أنه نادي بهذا الحجم عنده ثلاث ورق تلعب بالدور الممتاز مع العلم أنه لغينا فريق كرة اليد اللي كان بطل الدوري لأنه أسعار اللاعبين لاعبي وعقود لاعبي اليد كانت مرتفعة جدا وما قدرنا نكملوا إياهم وإحنا نعتز بهم وهم وأخوتنا وشبابنا طيب راح ترشيح يعني ما أدري هذه المشاكل وهذه المصائف زين بدقائق أخيرة راح ترشيح من الانتخابات القادمة إن شاء الله إذا كنت يعني جدير بهذه المسؤولية إن شاء الله أخوتي ما يقصرون وإن شاء الله من الناس اللي راح أرشح طيب كأنديت البصرة اتحاد فرعي اتفقتوا جلستوا مع بعضكم حتى تروحون بكتلة واحدة لو هم كل واحد راح يروح بوحدة والله الحقيقة يعني أنا الأخوان في نادي الميناء طبعا ما أتكلم معاهم عضاء اتحاد كرة القدم أيضا أتكلمت معاهم حقيقة يعني ما فيكسر النادي البحري أعتقد نفسه ويانا وإخواننا وأعزاء علينا ويعني أنا حقيقة يعني سبق أن تكلمت بهذا الكلام إذا ألقي شخص يمثل البصرة والبصرة ترى يعني حتى يمكن الثنين يمكن يمثلون البصرة لأنه راح يصير بطولة الخليج ومدينة رياضية وأعتقد أنه الثنين يعني بالنسبة إلى اتحاد المركزي أعتقد يعني البصرة تستحق لا ممثلين الثنين في اتحاد البصرة وأعتقد البصرة واللادة ليس إبراهيم دحلوس فقط لكنه ممكن أنه نقول يعني إن شاء الله بهمة الأخوان وإن شاء الله ويعني أعتقد هذه السنة يمكن راح تتوحد أصوات البصرة في ضمن مرشحة ومرشحين إن شاء الله طيب يعني أستاذ محمد ولي انطاك الضوء الأخضر وانطاك التمثيل والترشيح لخوض انتخابات القادمة والله أستاذ عمر أنا ما أريد أدخل بشغلات الماضية يعني أنا لدورتين انتخابية بعد من قبل أشخاص معينين يعني وأخوي محمد ولي يعني كفوا فيه إن شاء الله لكنه هذه السنة يعني الرجل محمد يعني والاتفاق مع الهيئة الإدارية إنه أنا راح أمثل نادي نفط الجنوب في انتخابات تصويتا وترشيحا إن شاء الله إن شاء الله أنت ضمن الفريق كابتن عدنان درجال والله إن شاء الله كلهم خيرين إن شاء الله وكلهم بهم طيب الكابتن عدنان الكابتن يونس يعني حتى أخواننا بالاتحاد السابق إذا كانوا يرشحون يعني أنا إذا تعرف أستاذ عمر يعني يعني أنا من سنة 96 أنا باتحاد البصرة نعم وكل جان الاتحاد المركزي السابقة يعني كنت أعمل بيها بزمن أستاذ حسين كابتن حسين بزمن أستاذ ناجح لكنه الاتحاد الدورة السابقة يعني الركنة جانب لكنه إن شاء الله ناخد فرصتنا في سبيل خدمة كرة القدم العراقية إن شاء الله أسألك سؤال حتى تخدم معك الكابتن بو حيدر أسألك سؤال حتى تخدم معك فضل على الرئاسة راح تطو صوتك لكابتن عدنان درجال والله الأجدر والأحق أنا أشوفه يعني حقيقة لأنه أنا زاملة كابتن عدنان لاعبا وصديقا وأخا يعني الأجدر إذا ما كان شخص آخر هو الأحق برأس اتحاد كرة وقدم وهذه ليس دعاية ولا أنحسب أنا خاف أنحسب على كابتن عدنان درجال بس لكنه لي الشرف أنه أعمل معه الكابتن عدنان درجال إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم الموافقية خلال مسيرتكم القادمة وإن شاء الله تخلصون من هاي الأزمة الحاصلة بين إدارة شركة نفط البصرة لأن نادي نفط الجنوب من الأندية المتميزة اللي يخرج كثير من اللاعبين للمنتخبات الوطنية ولجميع الألعاب الرياضية أستاذ إبراهيم شكراً لتواجدك معنا وإن شاء الله إزمتكم تنحل بعد هذه الحلقة من خلال برنامجك أستاذ عمر إن شاء الله إزمتكم تنحل أقول بعد هذه الحلقة من خلال برنامجك هذا الناشد المسؤولين في وزارة النفط والناشد مدير عام شركة نفط البصرة اللي يشوفنا يمكن أو يسمعنا والناشد أستاذ محمود على تسهيل هذا الأمر إن شاء الله وإحنا ما استعدين نسوي حساباتنا ختامية خليون طولنا شهر شهرين ثلاثة كيف هم اللي يقررون بعد ما يسلمون النسخ الأصلية خلينا محاسب قانوني ونودي حساباتنا ما عندنا مشكلة إحنا يعني يعني الرقابة والتدقيق وللعلم والاطلاع أكثر من نادي فصل حساباته في وقته إحنا أصرين كهيئة إدارية لنادي نفط الجنوب إنه بقاء حساباتنا في شركة نفط البصرة في سبيل المراقبة والتدقيق أتمنى لكم الموفقية إن شاء الله وإن شاء الله تنحل الأزمة شكرا جزيلا لتواجدك معنا عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط الجنوب الكابتن إبراهيم دحلوس نتمنى لكم الموفقية خلال مسيرتكم القادمة وأيضا شكر موصولي لكم مشاهدين الكرام تظروينا باتشر وحلقة جديدة من برنامج حديث ملاعب تقبل التحياتي أنا أعمال رياض وتحياتي فريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة